موسيقى الطمع المشروع وهذا هو اللي يعرف بالطموح والتطلع لمزيد من الإنجازات المشروعة وخلونا نتفق مع بعض أن الطموح والطمع هم توأمين خلقا من رحم الحياة لكن في شيء جدا مهم أن كل واحد له طريج وكل واحد له صفة وكل واحد له معنى فالطموح والطمع لا يتوفقان أبدا لا بالهدف ولا يلتقيان لاختلافهما في المعنى والمبدأ والفرق بينهم جدا كبير الطموح كلمة كلمة جدا جميلة تطرب لها الآذان والكل يطلبه كأنك تزرع شيء وتجني ثمارها بالوصول للنجاح وهذه البذرة الطيبة تنمو بالاجتهاد والسعي أما الطمع فهي كلمة خبيثة للأسف وبدرة شيطانية تقتل الطموح والقناعة فالفرق بينهم كبير جدا فالنفس الطموحة تحمل بين طياتها الطاقة الإيجابية والنفس الطماعة هي نفس صاخطة مددمره كسولة تحمل في طياتها طاقة سلبية جدا سيئة وتعتمد على كل الطرق السيئة حتى لو كان على حساب الغير ودائما تتمنى الوصول إلى الهدف بدون أي جهد وأي اجتهاد والطموح من أهم الأشياء اللي ممكن أنها تكون موجودة في نفس كل إنسان فبدون طموح ما يمكن أنك أن تتحقق شيء أنت تبيه لا يمكن أن الإنسان يتطور وما يمكن أنه ينتقل لمراتب جدا أعلى كل الناجحين والمبدعين والعلماء كانت بدايتهم مع الطموح وعملوا اشتهدوا لأن وصلوا لهدفهم ولكن هل توقفوا أو اكتفوا باللي وصلوا له وخلاص وحطوا ريلي على ريلي وخلاص وصلنا لحق النبي لا طبعا السبب جدا بسيط هو أن الطموح ما ينتهي أبدا طول ما أنت عايش في هذا الدنيا فالطموح معاك دائما متجدد هناك هدف أكبر وأكبر من الهدف اللي راح واللي أنت وصلت له الوصول لهدف معين هو مجرد محطة من محطات التوقف وعقوبها تبدأ رحلة من جديد لهدف أكبر وأكبر فالإنسان الطموح أبدا ما يعرف اليأس مثل ما قال عبي تمام لا تحسب أن المجدة تمرا أنت آكله لن تبلغ المجدة حتى تلعق الصبره اللي ما يعرف الطموح وما يعرف الصبر لهذا الطموح وصبر للوصول إلى الهدف أنا صح بمراقبة مخلوق جدا بسيط وصغير جدا فدلون شونا هذا المخلوق؟ النملة ممكن تضحكون شونا راقب النملة؟ نعم راقب النملة ونمط حياة هذه النملة النملة الوحدة عند محاولتها للصعود إلى القمة فأنها تسقط عشرات المرات ولكن هل تيس؟ لا طبعا ما تيس تكرر المحاولة مرة ومرتين وثلاث لما توصل حق هدفها ولكن تتخيل لو أنك في مكانها والله العظيم راح تحس بالملل وتوصل لمرحلة اليأس والإحباط الدكتور عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه اللي تعرفه هدروب وغابات وأيتام وفقراء أفريقيا يقول لا نجاح أبدا بدون فشل النملة لا تستطيع تسلق الحاط بدون أن تسقط أكثر من مرة والطريق إلى النجاح يمر دائما بمحطات من الفشل ولا خير في من يستسلم في المعركة الأولى يقول أحدهم العلماء ما وصلوا حق القمن وما حفظوا عليها بمحظ الصدفة صدفة مفاجئة ولكنهم كانوا يكدحون الليل ليصلوا إلى العلا بينما كانوا رفاقهم يغطون في نوم عميق تعرفون شنو الفرق بين الطموح والطمع الطمع يقتل الطموح ويصل في صاحبه إلى الجشع والجشع يصل في صاحبه إلى انعدام الشبع وعدم الاكتفاء باللي عنده ويوصل بأنه يرتكب الجرائم ويسوي بجرائم كثيرة علشان يشبع الطمع وغروره حارون الرشيد يقول النفس تطمع والأسباب عاجزة والنفس تهلك بين اليأس والطمع والطموح والطمع يفصل بينهم خيط رفيع جدا حافظ على هذا الخيط علشان انت ما تقطع هذا الخيط وتوصل لمرحلة الطمع وانما يوصلك طموحك لدرجة الطمع اللي انا ما نبي نوصل لها نهائيا انت متى رح توصل حق مرحلة الطمع لما انت تشوف الخير وصل عند غيرك وتحط عينك عليه انت لا تستسلم لضغوط الحياة وهوس الشراء لا تشوف الخير اللي عند غيرك وتقول ليه هذا الشي عندك على سبيل المثال فلانياب سيارة كشخة وجميلة جدا تقول أخي ليش فلانياب وانا ما يبت اهني انت رح توصل حق مرحلة الطمع بالعكس انت تطمح اشتهد وسوي اللي تبي عشان توصل حق مواصيل اللي انت تبيها الطموح شي جدا مشروع اما الطمع فهو غير مشروع لانه ينزل من اخلاق الانسان الى الحضيط شخص يطمح انه يتولى منصب معين او انه يكون في المركز الاول في كل شيء دربك خضر تبارك الرحمن وروح وتوكل على الله لكن توصل لهذا الشيء بمجهودك الشخصي وبطموحك وبوسائل مشروعة اما انك انت تزيل لأشخاص اللي يدامك واضطق هذا واضطق هذاك واضطق هذاك واضطق هذاك واضطق هذاك عشان اهم ما يوصلون اهني الطمع اساسا سيطر عليك السؤال اللي يفرض نفسه هل انت طموح او للأسف النفس وهواك قادوك للطمع ماذا نتعرف انك انت انسان طامح او للأسف انسان طامع الشخص الطموح اللي ما يعرف الطمع ولا يمشي بطريجه يكون الله سبحانه وتعالى دائما معه ويحقق له اللي يبيه تدروا ليش لانني يتصافيه اما الشخص للأسف الطمع ما راح يقدر يحقق اللي يبيه لان الطمع سبب في المضرة لنفسه وللناس اللي حواليه ولا يمكن انه يحقق نتيجة ايجابية في اي شيء تدري شنو بعد يسوي لك الطموح الطموح المشروع طبعا انه يكسبك احترام الناس اللي حواليك اما الطمع فانه هو يولد الكراهية اتجاهك وتصير انسان منبوذ وللأسف الناس تتحاشاك وما احد يحبك وعلشان انت تكون انسان طموح وما تكون طامع لا بد انك انت تعظم حلمك نسمع دائما الناس تقول لك لا تطمح فوق ولا تشوف نفسك وايد ولا تشوف فوق وايد تنكسر رقبتك هذول للأسف الناس ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الاعلى من الجنة الله سبحانه وتعالى لما احنا نسئله نقول لها يا رب ارزقنا الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلبون الجنة بس هذا شيء جدا عادي لكن خلوا عندكم طموح بأنكم انت تطلبون شيء جدا غالي وعالي عند الله سبحانه وتعالى اللي هو الفردوس الاعلى من الجنة اطمح وراح تشوف ان الله سبحانه وتعالى معاك التخيل الجميل بانك انت تتخيل انك انت سويت شيء معين او انت راح تصير شيء معين ترى هذا يزيد من طموحك على سبيل المثال انسان يطمح بانه يكون بوظيفة معينة دعونا نقول لك طيار انا اطمح باني اكون طيار وكل شوية رايح من بلدة الى بلدة ولابس لبس الطيار الطموح وعندي حلمة به حلو الواحد لما هو يحلم ويشوف هذا الطموح جدامه وهذا الشيء راح يعزز طموحه ورح يخليه فعلا انه يسعى ويتحمس بانه فعلا يحقق هذا الطموح صحابي من اجمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عينه كانت تلمع بالطموح المستمر وبداخلها طاقة غير عادية ابدا وبدت قصته وهو بعمر عشر سنوات وهذا الصحابي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من الانصار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة تلاقى مع ولد صغير في السن وكان هذا الولد وهو اللي يمسك بخطام الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل شوي وهو ماسك خطام الناقة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة حب وبنظرة طموح والنبي صلى الله عليه وسلم شاف بعينه بأن هذا الانسان ذكي هذا الانسان فيه طموح جميل جدا وفي اليوم التالي لما النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة المنورة أم زيد أرسلت زيد ومعاه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب زيد وقدم الطعام ليد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة سؤال قال ما اسمك قال اسمي زيد قال زيد من قال أنا زيد بن ثابت ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم و هو على يقين بأن هذا الإنسان هذا الطفل راح يكون له باع جدا جميل و راح يكون له شأن جدا كبير لأنه شاف فيه الطموح و كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما مشى في شوارع المدينة المنورة شاف هذا الطفل اللي هو زيد يشوفه بحب شديد جدا 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 فهو المثل الأعلى و يريد يكون مثله زيد بن ثابت رمز الطموح مع حب النبي صلى الله عليه وسلم و لما يتغزوة بدر كان زيد صغير في العمر فرفض النبي صلى الله عليه وسلم خروج زيد معاه في هذه الغزوة فرسولنا الكريم أول من منع مشاركة الأطفال في هذه الحروب بيتش زيد بن ثابت لمنع من هذه الغزوة و يتغزوة الخندق فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق بهم و نشاط غير عادية فناداه النبي صلى الله عليه وسلم يومها و قال لها يا زيد أتحب أن تتعلم العلم فقال لها نعم يا رسول الله قال لها النبي هل تعلم كيف تقرأ وتكتب قال لها زيد لا يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن اذهب فتعلم القراءة و الكتابة فيقول زيد بن ثابت جئت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوع فقال لها النبي هتقرأ وتكتب فقال لها زيد نعم يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتب عني الوحي تخيلوا زيد بن ثابت يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي و هو صغير في العمر هذا هو الطموح الذي نحتاجه طموح زيد بن ثابت وهذه الثقة كانت كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب الصغير فبدأ زيد بن ثابت أنه يكتب الوحي عن رسول صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحفظ ما تكتب فقال زيد يا رسول الله لم تأمرني كلمة إلا وحفظتها من كتاب الله فصال من حفظة القرآن الكريم ما في أي كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا زيد بن ثابت يحفظها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له بين فترة وفترة سووا شدي وحط شدي وتعلم شدي ليش لأنه شاف أن زيد عنده طموح جدا كبير فقال له اذهب وتعلم اللغات فالنبي يبي يكون عنده صحابي يعرف أكثر من اللغة يقول زيد تعلمت السريانية وهي لغة من اللغات الغديمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتعلم لغة اليهود ولكن لا تأتيني حتى تتقنها يقول زيد أتيتها بعد 19 يوم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتوا كاتبهم بها فقال نعم يا رسول الله ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له روح وتعلم المواريث وهذه أصعب شيء بالدين لغة الحسابات والأرقام وصار زيد بن ثابت يعرف القراءة والكتابة وأيضا يعرف اللغات وحفظ القرآن الكريم وكتابة القرآن الكريم وعلم المواريث وبعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد يبلغ من العمر عشرين سنة لكنه يملك طاقات من الطموح اللي داخله فقام زيد بن ثابت بعمل أكبر وأعظم عمل في تاريخ المسلمين واللي هو كلفه فيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب بأنه يجمع القرآن الكريم فزيد بن ثابت ترى هو اللي يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد بذل مجهود جدا كبير جدا رهيب من أجل شنو من أجل أنه يجمع القرآن حقنا احنا فهذا كان الطموح اللي كان عند زيد بن ثابت وهذا كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للطموح في قلوب الناس اللي موجودة حواليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشوف إنسان عنده طموح يعطيه حقه النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف إنسان عنده سعي أنه يصير شيء جدا مهم يعطيه حقه على سبيل المثال بلال بالرباح النبي صلى الله عليه وسلم يدين أن بلال بالرباح عذب ويدين أن بلال بالرباح إنهان فالنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة شاف طموح كبير بعين بلال بالرباح فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى بلال بالرباح يدخل معاه داخل الكعبة ويصلي معاه وخلى بلال بالرباح يصعد على كتف أبو بكر الصديق وعمر بن خطاب ويروح فوق الكعبة ويأذن وشفتوا هذه الثقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم زراحة في قلوب الناس الطامحة وليس الطامحة الانسان يواجه الانسان الطموح يوميا فهناك الكثير من التحديات اللي يشوفها البعض حواجز لا يمكن اختراقها بينما يشوفها الاشخاص الطموحين الناجحين عقبات لابد منها ويسهل التغلب عليها اطمح اطمح لأبعد الحدوث وبكل شي جميل ونافع ولكن لابد انك تتعرف القيمة اللي انت تبيها من هذا الطموح ومن الشيء اللي انت تبيه ومن الحلم اللي انت تبي تسعاله واخر شي لا بد ان يكون طموحك وحلمك لله سبحانه وتعالى وبرضى الله سبحانه وتعالى لان هذا الشيء سيقربك من الله سبحانه وتعالى وثق تماما بان كل ما تحلم به سيتحقق في يوم من الايام لو ان التفت لقصص الناجحين راح نشوف انهم تجرعوا من العلقة ما يكفي عشان يكونون على ما هم عليه الآن حط هذه المعلومة في بالك عدل انك انت راح تجرع المصايب والمشاكل راح تطيح راح تفشل راح تهان راح توصل لمرحلة اليأس لكن اياك انك انك انت تستسم و اياك انك انت تنجرع في الطمع و تنظر الى ما عند الناس و ما تنظر بالليبيتك تنظر لهم و تشوف نجاحاتهم و وصولهم و ما تشوف انك انت قادر ان انك انت توصل و تقاتل لحلمك و لنجاحك فربما يكون وصولك و نجاحك قصة تروى و تخلد و يعتبر منها الاجيال القادمة دائما ثق بنفسك فأول خطوات النجاح ان تثق بقدراتك و ان تثق بنفسك و تؤمن دائما بانك تستطيع اشتركوا في القناة